مشاهدين الأعزاء في كل مكان مرحبا بكم إلى كلام مباشر في عدد جديد على الشروق نيوز البارح بدينا بقمة المناخ واليوم نبدأ أيضا بقمة المناخ حتى وإن اعتبر البعض هذا الموضوع طرفا زيادة يعني نبدأ بما نشاكل الشعب والأمور اليومية والهموم اليومية ولكن موضوع المناخ والبيئة موضوع خطير عنده علاقة مباشرة بالحياة اليومية بالحياة انتاعنا وانتاع مستقبل الأجيال في كوكب الأرض ككل والذي لا يصدق والذي ما يأمنش يستمع اليوم للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في خطابه أمام قادة وزعماء العالم الذين حضروا قمة المناخ في مصر في شرام الشيخ أنطونيو جوتيريش قال في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المناخ البشرية أمام خيارين واحدة منزوج لا ثالثة لهم إما التعاون أو الهلاك يعني يا إما نتعاون جميعاً يا إما نهلك جميعاً هذا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فإما يكون هناك عهد على التضامن المناخي وإما عهد على الانتحار الجماعي يعني هذه الكلمات لو كان يستعملها إعلامي يستعملها ناشط بيئي يستعملها سياسي يريد الشعبوية يريد ربح نقاط في معارك انتخابية كنا نقوله بأنها مزايدات لا أساس لها في الواقع ولكن يقولها شخص مسؤول والرجل الأول في الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فهذه هي مسألة خطيرة ويجب الوقوف عندها بإسهاب وبتمعون فالأمين العام للأمم المتحدة قال بأنه إما التعاون أو الهلاك وقال بأن عدد سكان العالم سيبلغ رسمياً ثمانية مليارات نسمة في 15 نوفمبر يعني 15 نوفمبر هذا عدد سكان العالم سيبلغ ثمانية مليارات ويقول جوتيريش متسائلاً ماذا عسانا نقول عندما يصبح الطفل رقم ثمانية مليارات اللي رح يولد ويولي هو ثمانية مليار على كوكب الأرض ماذا عسانا نقول له عندما يسألنا ماذا بدلتم من أجل عالمنا وكوكبنا عندما سمحت لكم الفرصة وكأن جوتيريش يقولنا أنتم تفرط فيكم يعني خلاص كوكب الأرض الآن تقريباً كأن مناطق كلها ستغمرها المياه ارتفاع درجة الحرارة هناك كوارث جوية تتزايد سنوياً ولكن المستقبل أيضاً هناك رهن للمستقبل فمن يتابع قمة المناخ كأن شرطين أساسيين وضع من طرف الناشطين ومن طرف المشاركين في هذه القمة الشرطين الأساسيين كان الشرط الأول خفض الإنبعاثات أعطينا الصورة كاملة زميل المخرج خفض الإنبعاثات خفض الإنبعاثات بنسبة 45% بحلول العام 2030 في محاولة لحصر ارتفاع درجة الحرارة بـ 1.5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية هذا كان اتفاق باريس للمناخ سنة 2015 كان هناك أيضاً تعاهدات معلقة بعض التعاهدات التي لم يتم الفصل فيها وتتعلق بوعود غير منجزة من طرف الدول المتقدمة هذه الدول المتقدمة قالت بأنها سترفع المساعدات للدول النامية إلى 100 مليار دولار سنوياً 100 مليار دولار سنوياً يتم منحها للدول الفقيرة من أجل خفض الإنبعاثات ومواجهة تدعيات التغير المناخي مثلاً عندنا حرائق كثيرة في الجزائر أو فيضانات في أوقات ما يشتع فيضانات فالجزائر من حقها باعتبارها ضحية للتغيرات المناخية تحصل على جزء من التمويل الذي سيقدمه الأغنياء لأنهم هما سبت كل هذه التغيرات المناخية في العالم والتلوث يمدوا تمويل وتحصل عليه الدول الفقيرة من أجل مواجهة هذه التدعيات الخطيرة للمناخ سنفصل في الموضوع بعد فاصل قصير يبقوا معنا مشاهدين الأعزاء إذن كلام أنطونيو جوتيراش اليوم لمن سمعه في شرم الشيخ كلام خطير جداً يكفي أنه قال بأن أمام البشرية خيارين لا ثالثة لهم إما التعاون أو الهلاك وإما التضامن المناخي وإما الانتحار الجماعي لم يكتفي الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الكلام بل قال نحن نسلك الطريق السريع نحو السعير المناخي ونواصل الضغط على دواسة السرعة البشرية ما عندهاش فرامل ذاهبة إلى الهلاك ذاهبة إلى الهلاك وقال أيضاً كوكبنا يقترب سريعاً من نقطة اللاعودة يعني حتى الآن ربما يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه إذا ما وفقنا أو نفدنا مثلاً اتفاقية كيوتو ورجعنا لها اتفاقية باريس وغيرها لكن نحن نقترب على لسان الأمين العام للأمم المتحدة جوتراش من اللاعودة هذا العالم وكأنه هذه البشرية ستفنى ستفنى قريباً هو الموت حق مثل ما قال المعلقون ولكن نحن نتكلم في جوانب بأي طريقة إما حرب نووية كاش واحد يشن حرب على الآخر وإما تغيرات مناخية فتذهب مناطق وتزول قارات وبلدان وإما القنطة والاكتئاب والإحباط من كثرة هذه الأخبار فلا يوجد طريق آخر الأمور تبدو خطيرة جداً يبقى الآن تساءل هذا المقال يقول الجزائر تتعهد بتخفيض ما عليها من انبعاثات الغازات الدفيئة كم عليك يا جزائر من انبعاثات دفيئة مسؤولة أو مديرة التغيرات المناخية في وزارة البيئة تقول أن الجزائر تطلق ما نسبته 0.39% تصوروا مثلاً أمريكا فاتت 22% الـ 28% بالمناسبة الرئيس الصيني غير حاضر والرئيس الأمريكي بايدن رأوا مشغول بانتخابات التجديد النصف ربما يحضر غداً إلى شرم الشيخ ولكن هذه البلدان الكبيرة بين قوسين هي المسؤولة عن هذه التغيرات وعن هذه الانبعاثات والدول الفقيرة والضعيفة هي ضحية هذه الانبعاثات فالجزائر تطلق 0.39% ومع ذلك عندها مخطط وطني للمناخ ولديها مشاريع وتريد أن تتعهد برفع نسبة مواجهة ربما حتى هذه الانبعاثات وكل هذا مرتبط بالتمويل بالأموال هل ستتعهد الدول الغنية بمنح ميات مليار سنوياً مثل ما كان مقرر منذ سنتين ولم يتم التنفيذ السعودية اليوم مثلاً عندي خبر عن السعودية قبل ما ندخل الستيديو أعلن الأمير محمد بن سلمان أن السعودية التي تحتضن مقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ستساهم بـ 2.5 مليار دولار دعماً لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر مسألة كلها مرتبطة بالأموال والتمويل التغيرات المناخية كلنا ولنعرفه باللي نحن على وشك أو نقطة اللعودة كما قال جوتيريش المطلوب الآن كيف نواجه مثل هذه الأمور تحديداً من الناحية المادية معنا عبر خدمة أسكايب الدكتور إسحاق خرشي وهو الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي أستاذ خرشي مساء الخير مرحباً بك أستاذ إسحاق خرشي مساء الخير طيب أنا لا أستمع للأستاذ خرشيه ويبدو بأنه يستمع إليه ولكن أنا لا أستمع إليه سوف نحاول إصلاح هذا الخلل سريعاً وقلت بأن من الوعود غير المنجزة أيضاً أن الدول النامية تنتظر تمويلاً 100 مليار دولار سنوياً وإن تحقق هذا الأمر سيكون الأمر إيجابياً بالنسبة إلى مصر التي تحتضن هذه القمة وأيضاً بالنسبة إلى الدول الفقيرة مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن 40 دولة من أصل ميو 19 تعاهدة العام الماضي بخفض انبعاثات غاز الميثان القوي المسببة للاحتباس الحراري ارتفاع درجة حرارة الأرض وهذه الدول 40 دولة ستكشف عن خططها للقيام بذلك في قمة المناخ وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة كندا وفيتنام من بين الدول التي ستكشف عن هذه الخطط فأيضاً هذه القمة بمشاركة الرئيس عبد المجد تبون الذي كان قد استقبل اليوم من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن طرف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قلت بأن حتى عندنا صور تاستقبال الرئيس تبون من طرف الرئيس السيسي وهذه القمة تحتضنها شرم الشيخ المصرية خطاب الرئيس المصري كان أيضاً لافت للانتباه وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نداء لوقف الحرب الأوكرانية نظراً لتداعياتها على دول العالم وقال السيسي في كلمة أمام الجلسة أن تحديات المناخ تزداد يوماً بعد يوم مشيراً إلى أن تغير المناخ يخلف ضحايا وخسائر كبيرة مشدداً على ضرورة إنهاء معاناة تغير المناخ خاصة أن الشعوب باتت أكثر دلاية بحجم التحدي وتنتظر تنفيذ التعهدات الشعوب كان يقال بأنها ليست على مستوى الوعي الآن الشعوب لديها إدراك ووعي وحتى المجتمع المدني مطالب أن يكون فاعلاً في زيادة وعي الناس ولكن الأمر يتوقف عند مسألة التمويل كم تحصل الدول والحكومات الفقيرة في مقابل أن تواجه هذه التغيرات المناخية الصعبة فهناك عدة جلسات تستمر لعدة أيام في كوب 27 مثل ما يصطلح عليه في قمة المناخ وسوف نحاول الآن الاتصال بالضيف الأستاذ إسحاق خرشي عبر الهاتف دكتور خرشي مساء الخير مرحباً بك مساء الله سهلاً أقراد طيب أستاذ خرشي الآن هناك كلفة باهدة لمواجهة التغيرات المناخية الدول المصطلح عليها بالضحية ضحية التغيرات هي دول فقيرة أو في طريق النمو في إفريقيا في الشرق الأوسط والكبار يتهربون من المسؤولية هل نتوقع في قمة المناخ في شرم الشيخ أن تحدث مفاجأة ويلتزم الكبار بما كان عليهم من تعهدات سابقة من وجهة نظرك ومن ناحية الإمكانية ممكن ولكن عملياً تبدأ ذلك لأنه رغم أن المناخ تغيرات مناخية وأولوية في الوقت الراعين بالنظر للتحديدات الموجودة ولكن فيها أولويات أخرى من معظم الدول بما فيها أو الكتل الاتحاد الأوروبي ومتد أمريكية وصين وغيرها عندهم أولويات فيما يخص الأمن الغذائي والأمن الطاقوي بعيد جداً عن الاهتمامات الحالية الموجودة في الموناء خاصة أنه دكتور إسحاق نعم يبدو حتى الاتصال الجملة الأخيرة فقط لم نستمع إليها لو تكرمت عيدها يبدو بأنه كان مشكلة كما أزمة المناخ كان أزمة الاتصالات اليوم في البرنامج نعود نعاود الاتصال بالدكتور خرشي هذه مناسبة أيضاً بنزيد نشرح للمشاهدين ما قامت به الجزائر يشار أنه كان بادرة من الناشطين يتمنى الجميع أن لا تكون رمزية حيث قرر المندوبون إلى كوب 27 للمرة الأولى إدراج مسألة تمويل الأضرار الناجمة من الاحترار على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر وتقدر هذه الأضرار بعشرات المليارات منذ الآن ويتوقع أن تستمر بالارتفاع الكبير ونعطيكم مثلاً الفيضانات الأخيرة يعني باكستان قوة نووية إسلامية والجميع يضحى في الحسبان جاتها فيضانات تولوت باكستان غمرتها المياه الخسائر المادية قدرت بأكثر من 30 مليار دولار حتى حكومة باكستان بدأت يعني في البحث عن مساعدات لم ينفحها لا القنبلة النووية ولا الاقتصاد الباكستاني ولا غيره فيضانات غمرت تولوتين البلد وخسائر مادية بالملايير يعني دول كبيرة مهددة فعلاً إذا وقعت مثل هذه الفيضانات والأعاصير أن تختفي تختفي كلياً وأن لا تستطيع مواجهة مثل هذه المخاطر يعود إلينا الدكتور خرشي عبر الهاتف دكتور إسحاق مرحبا بيك مجدداً مرحبا خدا مرحبا طيب يبدو بأن الكبار أيضاً لا يفقهون أو لا يريدون الاعتراف بأنهم السبب وأن الآخرين هم الضحية مئة مليار دولار التي اتفقوا عليها في باريس على أن تدفع سنوياً لمواجهة تدعيات التغير المناخي هل يمكن القول أنه ستكون في هذه الدورة هل يمكن المطالبة بأكتر منها أو بأقل يعني ما هي الكلفة التي يمكن رصدها لمواجهة تدعيات المناخ طبعاً الكلفة تم تحديلها بحوالي مئة مليار دولار ولكن الاستمرار في الاندستوري الصناعة ووجود الانبعاثات قد يفاقم الوضع ويطلب أموال أكثر ولكن نستبعد جداً أنه يتم الحصول على هذا المبلغ بالنسبة نظراً لحجمه الكبير وثانياً بالنظر إلى رفض الدول الصناعية الكبرى الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة الأمريكية الصين وغيرها رفضهم لعملية التعويض في حد ذاتها والآلية التي تكون فيها قروض بفوائد أو منح بقيم صغيرة ثم أيضاً فيه مشكلة مشداقية المتحدة بقمات المناخ رأينا مؤخراً أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على أوبيك بلاس حتى ضخل مزيد من النفط من الطاقة الأحفورية الملوثة للبيئة في نفس الوقت اليوم في قمة المناخ هناك منطربة بحماية المناخ أكثر من ذلك أن العديد من الدول لديها أولويات الآن بما يخص توفير الميزانية الكافية لأزمة الغذاء لأزمة الطاقة بالتالي رغم أن المناخ يعتبر قضية ذات أولوية ولكن فيه أولوية الأولويات الآن وهو الغذاء فأنا أستبعي جداً أنه يتم تخصيص أموال لذلك ربما دكتور طالب الرئيس السيسي وبعض الرؤساء في كلماتهم بوقف الحرب أولاً يعني هذه الحرب ربما فاقمت من الوضع الدولي وجعلت البعض يقول أن البشرية مهددة بالهلاك يا إما بهذه الحرب والتهديد بالنووي ويا إما بالتغيرات المناخية صائب جداً هذا الرأي والسبب الأساسي الآن هو الحرب اللي جعلت للملف لتغيير المناخي يعني ثالث أو ربع ملف أولوي الآن للغذاء وللطاقة حتى لما نشوفوا يعني في الميزانيات اللي تخصصها الدول ما فيش تخصيصات كبيرة كل الدول لا في مجال انتقال طاقة ولكن كل الدول رفعت الميزانية مخصصة لوزارة الدفاع ولشراء الأسلحة لأنه فيها حالة أو بشبه حالة حرب عالمية ثالثة ثم أنه أيضاً وقف السبب كما ذكر يعني الرئيس المصري هو السبب الموجود وهو الحرب حسب بعض وسائل الإعلام أنه لوكات الخبارات الأمريكية توقعت بأن الحوصة التمر لمدة سبع سنوات كاملة ذلك ما يقدر يزم أكتر في الوضع ويضع الميلة في الأمن الغذائي والأمن الطاقوي كأولوية قبل المناخ طيب فيما يتعلق إذا افترضنا أن الدول الكبيرة ستمنح أموال وتمول مشاريع مواجهة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية في الجزائر مديرة التغيرات المناخية قالت بأن لجنة الخبراء الدوليين أثبتت بأن الجزائر موجودة في موقع من منطقة شمال إفريقيا يعاني بشكل كبير من الهشاشة المناخية ورغم ذلك لا تساهم في مبيعاتات الغازات الدفية إلا بنسبة 0.39% ولدينا 16 مشروع خاص برفع القدرات الوطنية في مواجهة هذه الغازات ولكن نستطيع أن نصل إلى 22% من الأداء شريطة الاستفادة من تمويل دولي هل الجزائر في موقع جيد حتى تحصل على تمويل دولي معتبر أم أن هذه مقاييس يعتبر من السابق لأوانه الكلام عنها في ظل تعنوة الكبار أعتقد أنه الاقتراح الثاني هو الأنسب وهو الأقرب للواقع لأنه فيه دول تأثرت بشكل كبير جدا مقارنة بالجزائر دول تعتمد في إيراداتها من العملة الصعبة مثل غانا وخاصة بعض الدول الإفريقية تعتمد على القطاع الزراعي بشكل كبير والمساحات الزراعية الصغيرة للفلاحين والمزارعين الصغار هؤلاء انتجيتهم انخفضت بشكل كبير جدا وخلقة مشكل اجتماعي اللي هو البطالة ومشكل ايضا اقتصادي بسبب الجفاف ناجم عن تغيير المناخ نطلب أنه الأولوية حاليا هي للدول الأكثر تضرر ثم بعد ذلك ربما الدول الأقل تضرر مثلا باكستان دكتور مؤخرا شفنا كامل واش صراب بسبب الفيضانات وخسائر تتجاوز المليارات الدولارات تمام فيه دول تضررات شيء كبير من الفيضانات من الزلازل وفيه أيضا يعني بعض الأمور قد لا نراها مثل الفيضانات وغير ذلك ولكن الانتاجية القطاع الفلاحي لتتأثر بشيء كبير بمشكلة الجفاف قد لا نراها يعني الجفاف ما فيش أخبار إعلامية لغير ذلك حول الجفاف وهول الأمر إلى غير ذلك ولكنه يأثر بشيء كبير على إرادات الدول التي تعتمل على قطاع الفلاحة لأثر أيضا لقطاع صناعة الغذائية وصناعة التحويلية وغير ذلك فننظب أنه بهذه الدول يعني يجب تحديد أولويات في الدول التي يجب أن تمنح لها مساعدات طارئة من طرف الدول الكبرى في إطار التزاماتها يعني في مؤتمر غلاسغو وإتفاق باريس في السابق دكتور إسحاق خرشية الخبير الاقتصادي والأستاذ الجميع شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة